ولا تمن تستكثر بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى والرجز فهجر الموبقات بسائر أنواعها لا بد من هجرانها ولا بد من التعاد عنها لأنها لا تليق بأي مؤمن فضلاً عن أنها لا تليق بسيد المرسلين وصفوة خلق الله والرجز فهجر ولا تمن ولا تمن أي لا تعطي محمد عطية على سبيل منه وتستكثر هذه المنة التي أعطيتها بل أعطي وأن تواثق وأن تواثق بفضل الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى سيمنحك على ما تعطيه سيمنحك الكثير والكثير لأن الله هو المعطي والله تبارك وتعالى هو الرزاق وهو صاحب الفضل وصاحب المنة وصاحب المنن والعطايا لا تمن لا تعطي عطية تستكثر وفإن الشأن فيك أن تعطي الكثير والكثير هذا هو الشأن فيك ولا تمن ثم لا تعطي كذلك المعنى ولا تعطي عطية وتنتظر لاستكثار من عائدها من الناس لا إنما تعطي العطية دون نظر إلى نتائجها من الناس وإنما انظر إلى نتائجها من من؟ نتائج العطية من من؟ من الله المعطي سبحانه ولا تمن دا توجيه عالي توجيه من الله تبارك وتعالى لسيدنا النبي ولأتباع سيدنا النبي حينما تعطي العطية أعطي العطية وأنت واثق بفضل الله وعطاء الله وأن الله تبارك وتعالى سيمنحك على عطيتك هذه الكثير والكثير من العطايا من المثوبات من الخيرات من سعة الرزق من الزيادة والبسطة في عطائه سبحانه ولا تمن تستكثر ثم يقول ربنا سبحانه ولربك فاصبر ولربك فاصبر سبحان الله العظيم لربك فاصبر نعم يعني إيه ولربك فاصبر يعني اصبر على كل ما تقوم به نحو بلاغ الدعوة وبلاغ الناس بدعوة الله تبارك وتعالى معنى هذا إشارة إشارة إلى أن قضية البلاغ هذه وقضية الرسالة تحتاج إلى تحتاج إلى صبر وإلى مصابرة من من؟ من الرسول عليه الصلاة ومن الدعاء الذين يقومون ببلاغ دعوة الله إلى خلق الله ولهذا فإن ربنا سبحانه ألو أصبر ليكن صبرك هذا لمين؟ لابتغاء ابتغاء مرضات ربك ابتغاء مرضات ربك يعني معنى هذا أنك ستؤذى معنى هذا أنك ستهاجم معنى هذا أنك سيتعدى عليه معنى هذا أنك يا محمد ستلقى من المعاناة ومن الشدائد أمام ما تقوم به من هذه البلاغ مجرد قضية النافية عن الأوثان قضية خطيرة جاءنا بدين جديد جاءنا بدين ومعبول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاء إذن القضية ليست قضية ميسورة ولا سهلة بالنسبة للناس ولهذا فإنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مزيد من المصابرة من أجل هذا أرشد ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله إلى قضية الصبر الصبر ابتغاء مين ابتغاء مرضات لربك لوجه ربك لا تصبر من لمجرد بلاغ الدعوة إنما ابتغاء مرضات ربك حتى يعطيك الله حتى يثيبك الله حتى يعظم الله تبارك وتعالى أجرك وثوابك يا محمد وثوابك أيها المبلغ لدين الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر